بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ دَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَدَا زَمْهَرِيرا جَرْلَ مُتَّنَ أَسْرِغِرَمْ السلام عليكم أَرَوْنَ أَلَا 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 أَنَكَكِذْ كَهَرْمَ أَلَا whenever they wish, from the garden into their own habitations and palaces, it is also said that this means, they make it into a mixture. Allah then described their traits when they were in the life of the world, saying, because they perform the vow, because they fulfill their pledges and oath by Allah, it is also said this means, they perform the obligations, and fear a day, and fear the torment of a day, whereof the evil, the torment, is widespreading. And feed with food the needy wretch, the orphan, among the Muslims, and the prisoner, and the Muslim prisoner in the captivity of the idolaters, and it is also said, any kind of prisoner, for love of him, despite their desire for food and its scarcity. ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما Remember the name of thy Lord, pray by the command of your Lord, at morn and evening, i.e. the prayers of Far, Zur and Asr. And worship him, a portion, of the night, pray the prayer of Maghrib and Gisha. And glorify him through the live long night, pray to him at night, this refers to supererogatory prayers, it is also said that the night prayer was made compulsory on him but not on his companions. Lo! These, the people of Mecca, love fleeting life, love striving for the life of the world, and put behind them, the remembrance of, and refrain from striving for the day which is ahead of them, a grievous day, whose torment and horrors are severe.